هنعرف مع بعض في الفيديو ده موقع مجاني هيعمل لنا فيديوهات احترافية من خلال النص فقط بمعنى هندخل النص هيعمل لنا فيديو احترافي كامل بالمنتاج بتاعه واكيد نبيش اسهل من كده ومش بس كده هنقدر نعمل الفيديو باللغة العربية وكمان اللغة الانجليزية عشان الناس اللي بتقدم محتوى ابنبيه على موقعها الالكتروني او موقع السوشل او حتى قناتها على اليوتيوب وطبعا الفيديو اللي هنعمله مش بيكون عليه اي حق طبعه ناش يعني نقدر نستخدم الفيديو واحنا متطمنين وكمان نقدر نستخدم اي لهجة احنا نحبها زي اللهجة المصرية او اللهجة السعودية او الكسارية او اللهجة المغربية او اي لهجة تانية احنا نحبها كل ده نعرفه مع بعض كل اللي عليك انك تركز بالشر عشان تقدر تعمل فيديو احترافي بطريقة مجانية يلا بينا يبدأ دليلك لتعلم التقنية لا تكن ضيفا كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعمل فايدة هنفتح جوجل وهنكتب فيه vit.io زي ما احنا شايفين كده بعد كده هنروح على الموقع اللي هو vit.io وان شاء الله سيب لكم لينك الموقع ده فيه اول كومنت مثبت اسفل الفيديو بعد كده ما بيفتح معانا الموقع بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنروح على sign up عشان نبدأ ان احنا نسجل فيه الموقع عندنا اكتر من طريقة للتسجيل زي ما احنا شايفين كده ممكن نسجل بيه البريل الالكتروني بتاعنا او ان احنا نسجل بيه الايميل بتاعنا ممكن نكتب الايميل بتاعنا هنا ونعمل sign up with email احنا نسجل عن طريق الايميل انا عن نفسي هسجل بيه جوجل هضغط هنا على sign up with google زي ما احنا شايفين بيجيب لي الحساب بتاعي على جوجل بضغط على الحساب بتاعي بعد كده بتصله هنا على متابعة زي ما احنا شايفين هو هنا خلاص بدأ ان هو آآ يدخل على حسابي على جوجل بيجيب لي بس بعض البيانات هنا آآ بالنوع الشغل وكده بختار له مثلا آآ for my job وهنا بختار له اي حاجة ممكن اختار له هنا آآ اظهر مثلا ممكن اختار له هنا اي حاجة آآ آآ i work alone مثلا وهنا آآ اي اي حاجة اختارها دي بس يعني بياخد منك بعض البيانات ممكن تدوس له هنا اي حاجة just one video آآ اي حاجة مش مشكلة خالص آآ اختار له اي واحد هنا اختار له مثلا يوتيوب اي حاجة يعني دي بس بعض البيانات اللي هو بياخدها منك مش اكتر يعني بعد كده هضغط هنا على continue بعد كده هضغط هنا على آآ continue with آآ 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 our free plan بيضغط عليها عشان نبدأ ان احنا نروح للنسخة المجانية اللي الموقع موفرها بيضغط هنا على not right now ادي الموقع فتح معي بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد كده هاجة هنا عند آآ create project باضغط عليها بعد كده بقول له هنا start with AI بعد كده بيجيب لي المربع الحواري اللي احنا شايفينه ده بكتب بقى اي حاجة انا عاوز عاملها مسلا هقول له اكتب له مسلا باللغة العربية آآ موضوع عن السياحة في مصر بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد كده هضغط هنا على generate video وهنتظر لغاية لما يعمل لي الفيديو وممكن طبعا اكتب النص باللغة الانجليزية او اي لغة احنا 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 انا كتبته باللغة العربية فهنشوف مع بعض هو بيعمل لي المنتاج بالكامل للفيديو انا مش بتدخل ولا بعمل اي حاجة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين هو هنا خلص خلاص في عملي الفيديو اللي انا اه الفيديو اه مكتوب اكتشف جمال اه السياحة وعبارة عن اكتشف جمال السياحة في مصر زي ما احنا شايفين كده الفيديو نازل بالمنتاج بالترجمة بتاعته فهنشوف مع بعض الفيديو هنشغل كده لقطة بسيطة من الفيديو مصر بلد ساحر بتاريخ عظيم وثقافة فريدة من الاهرامات العظيمة الى معابدها الفرعونية كل شيء هنا يروي قصة عظيمة تجول في شوارع القاهرة الضيقة زي ما احنا شايفين كده وكمان نقدر هنا نختار الحجم بتاع الفيديو لو احنا عاوزين ننسله على اليوتيوب بصيغة 1920 فقط 80 او ان احنا نعمله فيديو شورتس او تيك توك او انستجرام نختار المقاس اللي احنا عاوزين نعمله بالزبط احنا اختار مسلا انا الفيديو للقناة على اليوتيوب اللي هو ستاشر على تسعة بالشكل اللي احنا شايفين وده هنكمل كده نشوف لقطة بسيطة من الصورة وبعدها بكبرناها واستمتع بجمال البحر الاحمر في شرم الشايف زي ما احنا شايفين طيب ومجرد ما اخلص فلاص انا تمام كل حاجة بالفيديو تمام باجي هنا هضغط على انا خلاص عاجبني الفيديو بالشكل ده هضغط على بعد كده بختار هنا اكسبورت فيديو بعد كده هيحمل الفيديو معايا زي ما نشوف مع بعض دلوقتي موقع سريع جدا زي ما احنا شايفين كده طبعا كله بيعتمد على سرعة الانترنت تعطيك ادي الفيديو تحمل معايا زي ما احنا شايفين كده مصر بلد ساحر بتاريخ عظيم وثقافة فريدة من الاهرامات العظيمة الى معابدها الفرعونية كمان نقدر ان احنا نحمله على جهاز الكمبيوتر عام طريق ان احنا بنيجي هنا نضغط نضغط على و بعد كده بنختار هنا عشان نقدر ان احنا نحمله على جهاز الكمبيوتر ولما الفيديو بينزل طبعا بينزل معا العلامة المائية اللي اه الموقع اشارت عليك لو انت هستردمك بشكل مجاني لازم يكون موجود العلامة المائية على الفيديو اللي احنا هنزله من الموقع في طبعا نضغط كتير كدا لازالة العلامة المائية ولكن انا مش هينفع ان انا اشرح ده على اليوتيوب لان السياسة اليوتيوب مش بتسمح في الموضوع ده فاللي حابب يعرف اه الموضوع ده ممكن يتواصل معايا على اي وسائل التواصل الاجتماعي ده انا بحطها اه تحت وانا اقدر اقول له ازاي استخدم الموضوع ده طيب كده خلاص احنا عملنا فيديو بالكامل زي ما احنا شاهدين كده نقدر كمان نعمل الفيديو باللغة الانجليزية وحاجة كمان انا عاوز اقولها ان الموقع هنا اه مش بيسمح باستخدم اكتر من ايميل واحد يعني انا كل ايميل انا باستخدمه في الموقع ده بيسمح لي ان انا اعمل فيديو واحد بس فانا دلوقتي لو انا عاوز اعمل اكتر من فيديو في بعض المواقع اللي هي بتعمل حاجة اسمها ايميل مؤقت او بريد الالتروني مؤقت ممكن انا اعمل انتشابه اكتر من عشر تلاف ايميل ممكن اعمل عشر تلاف ايميل مؤقت فاقدر ان انا استردم ايميلات المؤقتة دي في ان انا ادخل على الموقع بايميل المؤقت ده وابدأ ان انا اعمل اكتر من فيديو في الموضوع ده وطبعا زي ما أعطيكم برضو انا مش هينفع اشرح الكلام ده هنا لان سياسة اليوتيوب مش بتسمح ان انا اشرح او اتكلم في الموضوع ده فاللي حابب يعرف الموضوع ده ممكن يتواصل معي على وسائل التواصل اقتماعي اللي انا بسيبها في صندوق الوصف اسفل الفيديو طيب خلاص زينا كده عملنا فيديو باللغة العربية هنروح بقى نعمل فيديو باللغة الانجليزية هروح تاني افتح الموقع من اول وي جديد وباجي هنا عند create project بضغط عليها بعد كده بقوله هنا start with ai بعد كده لو انا عاوز اعمل قصة كاملة او script كامل باجي عند مسلا بفتح شات جي بي دي وعملنا حلقة عن موضوع شات جي بي دي وازاي نستخدمه هكتب مسلا فيه قصة قصيرة عن الارامات باللغة الانجليزية قصة بصيرة عن الارامات في مصر باللغة الانجليزية زي ما احنا شايفينك هضغط على enter وهننتظر لغاية لما يعمل لنا القصة اه عن الارامات زي ما احنا شايفين بيكتب دينا script كامل عن القصة عن الارامات كل اللي انا اعمله هاخد القصة بالشكل ده حد عليها واخدها بالشكل ده هضغط ctrl c او click mean و copy بعد كده هروح على الموقع هاجي هنا في المربع الحواري ده هضغط click mean وي اختار paste بعد كده بضغط على generate video واننتظر لغاية ما يعمل لنا script كامل عن الفيديو بيعمل فيديو بالمتاج بالscriptor كامل اللي انا هتقوله او الموضوع اللي انا هتقوله زي ما نشوف مع بعض دلوقت والميزة كمان هنا ان هو بيعمل لي الفيديو بنفس البريل الالكتروني او نفس الايميل بتاعه او نفس الحساب اللي انا دخلت في يعني مروحتش عملت اه بريد مؤقت عشان ابدأ ان انا اعمل فيديو تاني اللي هنا هو سامحلي ودي ميزة في الموقع سامحلي ان انا اعمل اكتر من فيديو او عدد من الفيديوهات فده حاجة بويسة جدا ان انا اقدر استخدم الموقع ان انا اعمل اكتر من اه فيديو على الموقع ولما طبعا اخلص اه عدد الفيديوهات على البريد الالكتروني بتاعي بقدر زي ما قلت لكم ان انا بروح اعمل ايميل مؤقت وابدأ ان انا اعمل عدد تاني من الفيديوهات على الموقع اقدر ان انا استخدمه على قناتي على اليوتيوب واقدر ان انا استخدمه على مواقع او حتى الموقع الالكتروني بتاعي زي ما احنا جايبين هنا عملنا سكريبت كامل عن الموضوع بتاع الارمود باللغة الانجليزية نشغل كده مع بعض ونشوف الدنيا ماشي ازاي هنغير بس الحجم بتاع الصورة عشان نبدأ ان احنا نشوفها لو احنا مثلا نحطها على اليوتيوب نقدر ان احنا نحط المقاس الكبير ده ممكن طبعا نحطها الشورتس نعمله كفيديو شورتس على اليوتيوب زي ما احنا حابين طبعا او تيك توك او انستجرام او فيسبوك زي ما احنا شايفين في حاجات كتير جدا انا اختار مسرم اليوتيوب عشان اتفرج على الفيديو بالمقاس الكبير زي ما احنا شايفين وكمان عندنا لو احنا هنا نغاطنا على رسائس بور سوشيال ميديا نقدر ان احنا او كمان احنا ممكن ننزل كده نختار ان احنا نقدر نترجم الفيديو من اللغة الانجليزية للغة العربية يعني مثلا اللغة الاصلية بتاعت الفيديو اللي هي اللغة الانجليزية نقدر ان احنا نعمل نختار اللغة العربية زي ما احنا شايفين كده طبعا عربي في عربي عمان قطر اي لحجة احنا عاوزينها زي ما احنا شايفين كده او كمان نقدر نترجم الفيديو لاي لغة احنا عاوزينها اختار اللغة العربية عربي كجب زي ما احنا شايفين كده وهبدأ ان انا اضغط على وانتظر لغاية لما حولنا الفيديو من اللغة الانجليزية للغة العربية اللي احنا اخترنا بجد الموقع ده صورة فعالة بالزكاة الاصطناعية نقدر ان احنا نستخدمه بيعمل لنا منتاج بالكامل الناس اللي هي ما عندهاش اي علم او ما عندهاش معرفة عن المونتاج تقدر ادنية تستخدم الموقع ده هو هيعمل المونتاج وهيعمل كل حاجة انت ما عليك انك هتدخل النص والموقع عليه يعمل لك المونتاج بالكامل للفيديو بتاعت زي ما هنشوف مع بعض او زي ما شفناها بعد وهنشوف مع بعض الوقتي بعد ما آآ نغير اللغة بتاعة آآ الفيديو من اللغة الانجليزية للغة العربية زي ما احنا شايفين ادنية ترانسليشن كومبليت هو هنا خلص خلاص الترجمة بتاعة الفيديو زي ما احنا شايفين نبدأ ان احنا نتفرج على الفيديو بعد ما ترجمناه تقف الاهرامات العظيمة كدليل على قوة وثروة الفراعنة في مصر القديمة تم بناء هذه الهياكل الضخمة بدقة وعظمة ولا تزال تبهرنا وتحيرنا حتى يومنا هذا تقول الاسطورة ان القوى خارقة شاركت في بنائها زي ما احنا شايفين وانا قدري حولنا الفيديو من اللغة الانجليزية للغة العربية زي ما احنا شايفين نقدر بعد كده نروح نعمل Edit Project ادي الفيديو معي اهو زي ما احنا شايفين نشغل كده ونشوف جزء من الفيديو تقف الاهرامات العظيمة كدليل على قوة وثروة الفراعنة في مصر القديمة زي ما احنا شايفين وهنا خلاص حولنا الفيديو من اللغة الانجليزية للغة العربية زي ما احنا شايفين حاجة بس اخيرة كنت حابب ان انا اوضحها لو انت ما لقيتش ترجمة على الفيديو تقدر بمنتهى البساطة تروح هنا على Subtitle وتيجي تعمل Subtitle اللي هي Subtitle دي وكي ضغط عليها وهتختار اللغة عربية ايجب زي ما احنا شايفين لان اللغة بتاعة الفيديو بيتكلم باللغة العربية فهتختار اللغة اللي بيتكلم بيها الفيديو وبعد كده هتعمل Create Subtitles وهتنتظر لغاية لما يعمل آآ محادسة لكلام اللي هو بيتقال على الفيديو عشان يبدأ ان هو يحطه على الفيديو زي ما هنشوف مع بعض دلوة زي ما احنا شايفين وهنا خلاص خلص كل الكلام اللي بيقوله الفيديو هاجي هنا عند ميديا هضغط عليها وهي هشغل الفيديو هتشوف الدنيا بعد ما آآ حطيت الترجمة لقنا عملها زي تقف الاهرامات العظيمة كدليل على قوة وثروة الفراعنة في مصر القديمة تم بناء هذه زي ما احنا شايفين بعد ما بخلص الكلام ده باجي هنا على باجي عند Done بضغط عليها وبانزل تحت هنا باختار Export Video وبعد كده بيخلص معايا الفيديو زي ما احنا شايفين كده بسرعة وبعد ما بيخلص كل اللي انا بعمله باجي هنا عند Download وابدأ ان انا احمل الفيديو بتاعك اهو خلاص 80% طبعا كله حسب سرعة الانترنت عندك خلاص هو خلاص الفيديو ده الشكل النهائي للفيديو كل ما علي بس ان انا باجي هنا عند Download بضغط عليها وببدأ ان انا احمل الفيديو بصيغة MB4 وبعد كده بحمله على الجهاز وببدأ ان انا استخدمه على مواقع سوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي او قناتك على اليوتيوب ايا كان بقى الحاجة اللي هتستخدم عليها الفيديو زي ما احنا شريفين كده اول نوع بعض ان العلامة المائية في طرق كتير جدا لازالة العلامة المائية بس انا ما اقدرش ان انا اشرحها على اليوتيوب لان ده مخالف لسياسة الموقع وكمان اليوتيوب ما بيسمحش بحاجة زي كده فاللي حابب يعرف الطريقة ممكن يتواصل معي اقدر ان انا اقول له على الطريقة ازاي وكمان اقدر ان انا اقول له ازاي يعمل اكتر من فيديو علي بس كده ده كموضوع حليتنا النهاردة بأثمان الفيديو بتعامل نهاردة لقناع عليكم ارث من انتوش تعملوا لايك الفيديو وتعملوا واشتراك في القناة ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كان تسيبوه في التعليقات ان شاء الله هرد علي في قارب وقت كان معكم محمد سيد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته